السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته نتمنى شاء الله تكونوا بخير في هذا الفيديو يلقاكم بخير وصحة جيدة كما كنتشوفو بدينا بشي كما العادة في الحقيقة هادي خياطة بيتم بارتاجي معكم لي خاصها تخيط قفاطن بلايز كحاجة تقليدية تخيطها وغادي نخليكم لكاختنتحها ذو تشوفوها لي خاصها ولا دي كابتور دي كون لكاختنتحها عندها فيسبوك وعندها الانستغرام هنعونوها ونقولها ربي وفقك ان شاء الله في خدمتك وربي معك نبدأوا في الفلوغ انتعنا اليوم لي اكتر اكتر من رائح شيرات فيه وصفة في بارتاجيت معكم الوفطوري شادرة الفطور وغادي نبارتاجي معكم تاني انكيش رائعة وسهلة هكم تعودين على الوصفات البسيطة والسهلة وعدنا الفلوغ انتعنا اليوم باكيد كما عودتكم دائما فيديوياتي متنوعين مرحبا بكم وارف مرحبا وقبل ما نبدو الفيديو ما ننسو الشيط نصلوا على الانبي عليه الصلاة والسلام وشا نقولكم نشكركم بزاف بزاف على الدعم من تاحكم وربي يخليكم وربي يحفظكم ويستركم كما شفتوني الفطور انتعيشة كان السلق اللي راه دير حالة في المرشيات ثلاثة بعد ربطة تبع عشرة الاف قطعت شوية على السلق هذه طريقتي كما نقولو احنا خمس دقائق نقطع السلق نشله مليح 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 في الماء ونضيله شوية على الخل وخلي شوية في الماء بعد نقطره ونحكم المقلة نضيف المقلة نقص عليها النار كما را نضيف المقلة نغطيه ونقص عليها النار ونحتاج طيب كما نعرف المقلة هذك المانتعه لازم المقلة نشوف الماء اليوم طريقة عائنوه تسعى نضيف ملح ونقليه نضيف ملح ونضيف ونضيف ملح دائرة قليلا اضعها الشربة مالك حرير أمزة وصفة سهلة وصفة مجرد وصفة يجب مزين من الممكن أن تكون هناك مجالة و تكون مجالة و ترى مجالة و تضع الأشياء و تستطيع الوصفات بسيطة و تريد أن تضيف أي شيء و تريد أن تضيف بطاطة فائدة و تقليها و تضيفها و تضيفها و تضيفها تأخرى. نخيل دعوني شجة. اضعوا للمغرفة كبيرة. نضعوا للمغرفة كبيرة. نضيفها على عضل استخدمي مغرفة صغيرة. ليس لن نخلطها بملاح خلية خلية. لقد اختفتنا لف encaولة كبيرة لقومة خلاصة 1.5 مغرف صغيرة ثم نضيمة ملاح 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 تتلمني العجينة ما بيانسير ما جناش فا ما جنطرية هنا ما غادي نضيف لا ما لحتى حاجة هنا بعد ما لميت العجينة راكو تشوفوا كيف جنطرية هاد الكمية الشيرة اللي تتعالكم ديكم بلا صغير تعال ليكيش مش هدو كل اندي فيديوال ولكن داك البلا يجي مدور تعال ليكيش نضميها في انصاشي ولا في المانليمونتير نضيفها في الفخي الجدار على الاقل على الاقل ساعة هنا بديت نكسل فيها غادي ننورقها ما عجبنيش هاد الوراق مخدم ليش غاية يجبت الوراق تاعي وقدرت فوقها من بابي وكسلتها وحكمت الموت كنا ننوري فيكم كنت بغي ندير داك الموت الكبير ولكن جاتني قليلة لو قدرت استعملت الموت الصغير هدا اللي عندي ايطالي هاملي حملي هاملي حفل البلانتاعك واذا كان البلانتاعك تعليكيش وعارفين هاداك ليجيب شرف مش جوية تجيل العلوين تاعه يجي صغير كيش انا ما عنديش شيلات هتأخذ ان شاء الله نشري واحد ونوريها لكم اكيد انا بعد ما حطيت العجينة تاعي تتعاونيها بيدك تفدوك ليكوان فكوشي تمرسيها مليح 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 باش من بعد ما تجيكش خارج على المول تاعك وتتق بها مليح بالفرشيطة وتحطيها تاني انا حطها شيلات في المجمد واحد الساعة في المجمد مش في جدار واحد الساعة والحشوات تاعك كيما تبغين تيا انا هنا قليت حبة تاع بصلة صغيرة كان عندي شوية جاج فتتة ولا بششتة الفيديو لي فاتلي قوتكم بششتة الجاج بعدها خلت لي كومنتات تضحك قلت لها اختي انا نهضر معاكم كاللينا نهضر معا اخواتي من كنترولي هضرتي ما حتى حاجة فتتنا ذاك الجاج قلينا معا هذيك البصلة ويزدنا لدي رندلتع الزيتون ونستحق هنا بوطة تاع اليوغت ناتير واللي عندها كخين فخاش نجم تعودها بالكخين فخاش انا ما عندي ايش عندي اليوغت ناتير ونعاونها بنصف كاس تاع الحليب باش نخفو ذاك الخالق نتاعنا ولما عندك لا يوغت ناتير لكخين فخاش تدري كاس تاع الحليب نزيدو له زوج حبة تاع البيض كما راكو تشوفوا هنا ونخلطوهم وشوية تاع الملح وشوية تاع الحرور نعاود لكم شيرات ما نشع فلا نهدر بسرعة ولا راك عاني مفهومة شادر تدري بوطة هنا بعد مدرس قل مكوينة تاعي ذاك البوطة تاعي وخ ناتير نسكة تاع الحليب زوج حبة تبيض ورشة تاع الملح ورشة تاع الحرور ونخلطو ملاح ملاح بالفرشيطان تاعي كما راكو تشوفوا فيها نضربه ملاح ملاح كما راكو تخلط والحشوات تقعد اختيارية تبغى ديلي الجاج تبغى ديلي عندك الطان تبغى ديلي فرماج والطان تبغى ديلي بالزيتون كل واحدة كل واحدة وكفتات تبغى ديلي كل واحدة ولحسب المقونات اللي عندها هنا لاباتن تاعي جبتها من مجمد ودرتها تطيب في الكوشة شيرت هاد المرحلة مهمة بزبزب لازم تطيب لك بقابلان ما تحمرش العشينة تاعي غير تطيبها واحدة عشد تقايق ولا غير تديد دوغير ولا خفيفة 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 تكون لاباتن تاعك وما طيبتها نصطيب وما بعد نجبدوها وننفرغو فيها الحشون تاعنا ونزيدو نفرغو فوق هاداك الخالي تاع البيض والحليب والياوخ ناطير ولا غير يحب وحده ولا بلاشون بالباكخين فريش ومن بعد نسقوها كما راكو تشوفو وحزوا باش هاداك السائن تاعكم ما يتحلكم مش في البلان تاعكم باس قويل استقلكم اللابات تاعكم بعد من تبوتوا تقلعوها ما تبقاش تطير لكم هاداك الخالي هاداك الخاليط هاداك الخاليط كما راكو تشوفو ان يتسقن فيه وبنسوق الفوق تاعي راه يسخن انا مشاعل عليه هاداك الفرماج هادا يقعد اختياري عندك فرماج متلاتة تستعمليه عندك فرماج غابي شادر ولا اي اي نوع من فرماج تبغي تديريه من فرماج تزيدي وتنجمي تستغني عليه ما تديريش الفرماج من فرماج انا كان عندي هالفرماج على هامبورجر قطحتها كديروندال ودرتها من فرماجر ودخلها الفرماجر يطيب لك على 180 دراجة ما غادش يدلغو وقت بزاف يحمر لك شوية متحت تتعلي عليه من فرماجر يدي هاداك لون ذهبي تطفي على الكيشتاعك راهها جاهزة انا غاد نديرها الطيب وغاد نبعد نتواريهاكم ما توجد لي ان شاء الله هادا هي كيشتاعنا راهها طابت ووجدت جي بنينة الشيرات جي اكتر اكتر من رائعة نتمنى ان شاء الله تجربوها و ترجعوا و ترجعوا و تردوا للخبر كيف اججيتكم و بنينة و خفيفة معها شربة و لا حريرة و لا انسوب و لا و كل واحدة واش تبغيت تزيد معها و الحشوة كما قلتكم تقعد اختيارية تجي ديك لابات بغيزة مقرمشة ناكد لكم و نعاود ان اكد لكم لازم تطيبوها نصطيب هذي كل الابات تحكم بغيزة باش ما تجيكم شما عجنا ما تديرو هاش جي غاك تماما باش جيكم قرمشة و جي رائعة الشيرات نتمنى ان شاء الله تجربوها و تردوا علي الخبر كيف اججعتكم و الان غادي نبدأ ما شاء الله في الفلوغ انتعنا تاع اليوم الفلوغ انتعنا خاص بميلا بيستع اطفال بشي اطفال الردع و اللي نوفوني بززف خلاولي للي كومنتها قلولي بارتاجينا وورينا البرايز اللي فيهم قشتع لبيبي سوالح اللي سحقوهم الشامبوان كوتوفو الكرام بززف سوالح تاع لليلي تاع لبيبي سوالح تاع نوفوني اللي بالحم اللي عندها بيبي ولا لانڭات تسحق السوالح تاع البيبي هو عند جوي راكن ما راكن تشوفو عندهم بارتاجينا لا تردوا الفلوغ grookoba او لباك اه بفل اه بزيب زيب 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 عندهم الحاجة اللي تحوسي عليها ان شاء الله خليتلقيها عندهم اه يبخيت اوحهم اه اه ا اه نص نص كاي صوار حليتلقيهم ريزونا بكاي صوار حليتلقيهم اه شوية غالين الاوغباء لكن عندهم الجودة كم يقولوا عالية اه غادي نخليكم نشوفو في الفيديو انتاعم اليوم وبغيت انها بارتها جي معكم ونهضروا منها هضرو على واحد اللي في الحقيقة اه كين بارتو اه وانت رحيت تشوفي هاد الدفوات تشوفي هاد السوال احبويت نشاركها معكم هي ان الصوت المرتفع برا في بلايس ترغاشي ولا بلايس تاعت خونس بو ولا بلاسة كيما هاكا الصوت المرتفع للمرأة في الحقيقة نصرى لي موقف على بها نبعين نظر لكم اليوم عليه على هاد الموضوع كلا قبل ما نبدو الكلام بتاعنا ولا قبل ما نبدو الهضرة بتاعنا بايت نقولكم باللي اذا كان الكلام من فضاء فان السكوت من الداهب سيخته سيخته للمرأة انا بنسبة لي وكل واحدة والرأي انتاحها بيانسر نحترم كاع الاراء وباش ما تخلوش كومنتي غدا تخلو لي تقول لي لي رايك منا ولا منا انا هاد الهضاء رايي وكل واحدة والرأي انتاحها انا في الحقيقة الموقف نحكيك مقبل للموقف اللي صار لي كنت في التخونس بور في الحقيقة كنت في التخونس بور طلعت في التخونس بور بيس ولا تخونس بور تخام ولا نقط في البيس اطلعت جمعت كنت مهودا نشري قارجا نشري نقدس سوائل حاد طلعت جمعت في البيس اذا بيان نلقى واحدة سيدة جاء هم زوجة سيدات مجمعين كما هكا وهديك سيدة عندها الاطفان تعوح حاجة يبص عن تعوحها معها في البيس ولكن الحاجة الحاجة اللي اعطيتني فيهم اللي اعطيت جاء اللي مجمعين في ذاك البيس هي الصوت ستاحها المرتفع تحكي مع هديك سيدة بواحدة طريقة بواحدة الصوت المرتفع وتحكي في سوالح شخصية جينينا انا في الحقيقة في بلاستها في بلاستها حشمت لانه عيب الوحدة تتمع في تطلع في طنسبور ولا تطلع في اي حاجة ولا برا ولا تجبدي الهاتف تخضيف الهاتف بالهاتف تعاك الصوت مرتفع عن تعاك ولا في بلاستها فيها الغاشي ولا عيب الوحدة ترفع الصوت متاحة وتهدر حاجة خصوصيات في البيس في الحقيقة انا حشمت في بلاستها لانها صوتها كان مرتفع وتحكي في سوالح خاصة خاصة بالنساء خاصة بحاجات تقدر ايو هديك زع ما بنتحاكيين في لانها دارت راح تفوتت اهد داوي بش ترفيد رها منا رها منا نقعد طريق ويا تحكي في قصص حياتها في قصص هديك اللي بغا يترفيد ولي بغا يتدوا منها انا نقولها حبيبتي واختي احنا يتعلمنا وتربينا بلي الصوت الامنتاعي ربي خليها لي دايما تقول لك المرأة الصوت التاحة ما ترفعهش برا عيب انك ترفع الصوت متاعك عندك حكاية تحكيهم حتى تروحي لدارك وحكي على روحك وقصري وهضري وجبدي تليفون حكي قصة تحياتك في التليفون هديك حاجة في دارك حاجة ينقولو حاجة خاصة ركي ورا واحد دايما 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 يتعلق ويعلم تاني بناتها يعلم سيخته سيخته البنت نتعلموها بلي الصوت المرتفع برا اه ساس فيبا مشي من الدين تاعنا ولا من الاخلاق تاعنا الو غاي بغيت نقولكم هاد الموقف اللي سرعلي اه بغيت نبرتاجيه معاكم انا ماني نعطي كي قالك الواحد اه اه هدي غير غير رأيي بغيت نبرتاجيه معاكم ونشكوكم هاد تعفاعل تاني تاعكم تعال الموضوع اللي حكي اللي هدرتكم عليه في الفيديو اللي فات اللي هو تعال الصداقة وكاين كاي لك مكاش صداقة كاي اللي قات لك كاي اللي عندها صداقة وقات لك الحمد لله رانا فيش عم نعام جوارين وحبابات وكاين وحدة التعليق التعليق اللي جبدني هي تعال سجارتها اللي قات لك حباباتش عم نعام جوارين يخرجو تدخل عندي تاكل تشرب عايشين كالخواتات ما ندرق علي هاته حاجة الحاجة اللي نشريها وكما يكوش عنها نكسم منويها قات لك اه وصلت تحت الو انا ما غدش نميل لكم بالتفاصيل انا كومنت اغتا حرام غيرها في الفيديو اللي فات اللي بغت تقراه ولكن نعطيكم بها ام بي بري بلك ما تبغينيش ان نهضر لها الموضوع تاحا نعطيكم بغيها كا ام بي بخي شاك خلت في التعليق انتاحا قات لك حتى وصلت الوحد الوقت اللي قدام غاشي ولي تهضرها خصوصين تاوعي انا نجمع وتقولهم طعم فلانة شوفوا منها منها قلت قات لك حسيتها باللي راها تحسبني وتغير مني على المعاملات على الأولية على التربيان تاعي على الزوج انتاعي المعاملات على الزوج انتاعي على كل شي قات لك نحس بيها باللي تعمرها اتغير وشان قول لك حبيبتي شان قول لك اختي وشان قول لك عكم كاخواتاتي عند ربي وربي راشي هاد علي انا انا قول لك حادي الصوالة تاع الزوج وصوالة تاع الزوج وصوالة تاع العائلة وصوالة مهما تكون صاحبتك ومهما تعتبرها كما اختك ولكن السر انتاعك ما تحكيش الحاجة تاع الضار انتاعك غير كان بزاف يخلو اللي تعليقات اللي قالوا لي صاحبتي هي اختي ومونا نقول لها عندك الصح مكاش كيما الاخت كيما الام اللي تكون صديقة وتكون حبيبتك وتكون صديقتك وتكون مهما تكون تبيل لك بللي تبغيك وتبغي لك الخير ولكن هادك حاجة اللي تكون الداخل كيلي متنجميش تعرفي النفسه اللي بتاع البنية اللي من كده يا ري خلق ما بغيت شيرات نشكركم بزاف بزاف على التعليقات لكم في الفيديو اللي فات اللي شاركتوا معايا وبزاف خلو لي لكمونتا نقول لكم ربي خليكم ربي هنيكم اه كان واحدة خلت لي تعليق ولكن للأسف للأسف نسيته من قريته جاتني الابتسامة نرما مو زعمي دور باللي صاحبك هو جيبك اه يلا تعمري ولي حبيبك ولا هاكا واحد الكومونتا بزاف بزاف شباب اللي من قريته جاتني الابتسامة اه ربي فرحكم ان شاء الله وركماكم فرحيني وتحر الله في رواحكم ونتمنى فتكم ليسا ليسا قسامني على ال على السورة تعلي بيبي ولا تعلي نوفوني نتمنى ان شاء الله فتكم وانشان نقول لكم الشيئات تحر الله في رواحكم والسلام عليكم